الفجاة اللي معانا هي مهجزة لمريض الضغط والسكر هتضبط لك ضغطك ولو انت مريض سكر فهي مفيدة جدا جدا لك الفيديو مهم ياريت تستابعوه الاخر النهاية واللي مش مشترك في قناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد طب اللي معانا النهاردة اللي معانا النهاردة هي الفراولة الفراولة اولها اسامة تانية طبعا اسمها الفريز وهي جاية اصلا من كلمة فرنسية وبيسموها برضو توت الارض او الشليك طب ايه اهمية الفراولة طب ما احنا بناكل الفراولة وما نعرفش ان هي لها اهمية حلوة كده لمريض الضغط والسكر لا في الفيديو ده هعرفكو وهقولكو ازاي تاخدوها فعلا مفيدة جدا جدا الفراولة ايه اهميتها بتحتوى على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة زي ايه بقى فيها ايه فيها بوتاسيوم وكالسم بيعتبر من احلى وافضل الفواكه اللي فيها فيتامين سي ومضادات اكسادة مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها بتخليها لها قدرة على احميتك من الاورام والامراض والالتهابات فهي فاكهة مهمة جدا ليه اي حد بيجيله التهابات كتير ونزلك كتير لا ده هترفع لك المناعة وتديك فيتامين سي برضو لسه ما قلنا ايش اهميتها المريض السكري انا اقولك القيمة الغذائية الاول زي ما احنا قلنا فيها فيتامينات بعد كده دكاترا كتير نصحوا ان هما الناس اللي بيعانوا من الضغط المرتفع ياخدوها ليه لان احنا للسائلين فيها نسبة عالية من البوتاسيا عشان كده البوتاسيا اللي موجود فيها بيقلل تأثير السوديوم على الاوعية الدموية لو انت خدتها فهي محتاج فيها الياف ومية كتير بتخلي فراطبها وفيها الياف الياف اللي موجودة فيها بتقلل الامساك وبتخلي عندك على طول مفيش براز متحجر فيه القولون والقولون لو عندك قولون عصب اغيره فالدنيا هتزيبك المية اللي موجودة فيها برضو بتقلل برضو الامساك الفراولة بتقلل من اعراض الحساسية بس فيه ناس بياكلوها بيطلع لهم بقى حبرق ده دي حضرتك عندك حساسية ممنوع تاخده مهمة جدا في العين لو عندك سيلان وعندك احمرار في عينك بيجيلك كدير في دراسة عملت لقوا ان الناس اللي عندهم رب والتهاب رئوي لقوا ان بعد استخدام الفراولة قالت الاعراض بتاعتهم تب الناس بقى خلاص ده احنا الفيديو برضو بنقول اهميتها المريض الضغط والسكر وقلنا اهميتها للضغط المرتفع بتوطيه تب ايه اهميتها المريض السكري الفراولة بتحتوي على نسبة منخفضة اوي من السكريات ودي حاجة حالوه ونسبة عالية من الالياف وبردو دي حاجة كويس فنسبة الالياف اللي عالية فيها بتنظم مستويات السكر في الدم بتنظم مستويات السكر اللي موجودة في الدم برضو بتعمل على الحفاظ واستقرار على بعدلات السكر الطبيعية وبتقلل الارتفاع والانخفاض المفاجئ للسكري في الدم الفراولة اختيار كويس جدا لمرضى السكري لقوا اني بتحتوي على اربعين مرة اقل من نسبة السكرات لو خدت اي فكه تاني يعني نسبة السكر اللي موجود فيها اقل اربعين مرة من اي سكر موجود في فكه تاني فدي حاجة كويسة ان احنا نقدر ناخدها واحنا متطمنين ان مستوى السكر مش هيزيد بل مستوى السكر هيفضل عند مستوى الطبيعي الكربوهيدريت اللي موجودة فيها هي من السكرات البسيطة زي جولوكوز والسكروز والفراكتوز برضو بتحتوي على اي الياف غزائية كويسة وفي دراسة عملت 2011 لقوا ان الناس البالغين اللي عندهم وزنهم زايد بعد ما خدوا الفراولة مستوى الانسولين عندهم استجابت وبقت احسن ليه لانها فمضادات اكسادة بمعنى ان خضرتك لو حد وزنه زايد او عنده دهون كتير الدهون دي بتتدخل مع الانسولين حضرتك الانسولين يطلع من البنكرياس المفروض يدخل السكر في الخلايا الدم لا مش هي ما بيشتغلش بيسموها بقى في الطب حاجة اسمها مقاومة الانسولين يعني الانسولين ما بيعرفش يخش جوا الخلية ويدخل الجولوكوز اللي هو شايله فدي لقوا ان الناس اللي عندهم سمنة فعلا ويه عندهم مقاومة انسولين بعد ما خدوا الفراولة الدنيا بدأت تزبط عندهم ويه تحكوا مستوى السكر في الدم بدأت تزبط مهمة في حاجات تانية بقى برضو بان هي لمرض السكري بتزود حساسية الانسولين يعني ايه حضرتك انك لو عندك عشر وحدات من الانسولين يقدروا يدخلوا كمية كبيرة من الجولوكوز يعني المفروض ان كل واحد من الانسولين بيشيل واحدة ايه جولوكوز لأ لما تاكل الحاجات دي اللي فهموا ضدات اكسادة ومنها الفراولة بتخلي حاجة اسمها الحساسية الانسولين تزيد يعني ايه الانسولين بدل ما يشيل جولوكوزة واحدة او سكرية واحدة سكريات واحدة بيشيل يجع عشرة فبالتالي مستوى السكر مش هيزيد وتحسس الانسولين زاد الفراولة بتقلل خطورة الايد السكري وعلاج السكر من النوع التاني مهمة جدا جدا في دراسات العمل اتقالت اني لازم لازم مرض السكر ياخده كمية كويسة من الفراولة يوميا يعني يعني ياخده قد ايه المفروض مرض السكر ياخد كم واحدة ياخد يتناول خمسة من دول اقصى حاجة خمسة يعني لو خدت ثلاثة او اربع ماشي بس اقصى حاجة ما تزودش عن الخمسة تقدر بالخمسة دول تعمل ايه ممكن ما تحطوهم تعملهم مشروب تكلهم عاديين كده زي ما هي الفراولة مفيش مشكلة بس المهم هي خمسة او اقل طيب زي ما احنا قلنا كده ان الفراولة مفيدة جدا جدا هل يقتصر دول الفراولة ان هي هتقلل ضغط الدم وتعالج مستوى السكر الزايد وتخليه في المستوى طبعا ومال ايه ليها ادوار تانية اه لقوا ان الصمرة دي فيها مركب اسمه ايه الفستين الفستين ده مهم جدا جدا في ان هو بيقلل خطورة الاصابة بامراض الزكورة واعتلال الشبكية وامراض الزاكرة واعتلال العصبي يعني ايه بدأت الامراض العصبية تظهر عندك التهاب الاعصاب الطرفية عندك معدل تركيز الكل ده وتعالجه دي ليه لان فيها مادة الفستين ده مركب كيميائي تب ايه الفوايد التانية اللي موجودة في الفراولة لمريض السكري او عموما لجسمنا كلنا الفراولة ليها فوايد عديدة ومن اهمها ان هي بتحتوى على فيتامين سي وترفع لك المناعة وتقلل لك الالتهابات دي اول حاجة يعني نتكلم عليها وبتقلل الصعال والزكام وغيره بتحافظ على صحة العين وصحة الاعصاب وبتقلل تلف الشبكية العين وزي ما احنا قلنا فيها مضادات اكسادها كويسة فهتقلل الامراض الاورام والسرطارات وغيره في برضو لقوا ان برضو ليها فوايد كتير بس بشرط اوعوا تاخدوها كتير ليه لان لقوا الناس اللي بياخدوها كتير بحصل عندهم التهابات جلدية وحصل حصوات ايوة حصوات في الجهاز البولي يبقى كده اتكلمنا عن ايه عن فراولة واهميتها لكل جسمنا وخصوصا الضغط والسكر لو استفدتوا بقى اكتبونا تحت في التعليات وما تنسوش اللايك والشير عشان يمسلككم كل جديد واشتركوا في القناة شكرا جدا لكم